أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي متغيرا رئيسا في آليات الحراك العام في العالم العربي بفعل ربطها بسرعة هائلة بين شعوب هذه المنطقة ومساهمتها الواضحة في صناعة وعي وطني وقومي مختلف ومتقدم لدى هذه الشعوب فأضحت هذه المواقع إعلاما بديلا يمارس النقد للسلطة وممارساتها ويطلق أفكارا وأساليب وطرق جديدة للتفاعل والاهتمام بالقضايا العربية المصيرية المشتركة لتكون عاملا مهما في تهيئة متطلبات التغيير العام لا سيما السياسي عن طريق تكوين الوعي الجمعي عند الشعوب العربية وهو ما تجلى في توظيف هذه الوسائل في الحركات الشعبية الاحتجاجية ضد الأنظمة الاستبدادية وكسر احتكارها للمعلومات وهكذا مثلت هذه الوسائل عامل ضغط على المسؤولين والحكومات من خلال اتحاد مجموعات من الأفراد حول أفكار وآراء متماثلة وهو ما أدى إلى إثراء المجتمعات العربية فكريا وسياسيا وتصاعد وعيها بحقوقها وواجباتها وتطلعها إلى التحول السياسي والديمقراطية في تلك الدول بعد عقود طويلة من الاستبداد السياسي والفساد العام يمكن القول إن هذه الشبكات الاجتماعية أكدت على أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الشعوب هي مصدر الشرعية السياسية تمنحها لمن تشاء وتنزعها ممن لا يستحقها وهي شعوب حية ويقضى وإن خضعت لعقود من الظلم والاستبداد السياسي ورغم محاولات السلطة تقييد وملاحقة وسائل التواصل الاجتماعي وخنقها إلا أن واقع الحال يقول إن هذه المحاولات انتهت إلى الفشل وما زالت وسائل التواصل عاملا مؤرقا ومزعجا للسلطة وقواها الأمنية ترجمة نانسي قنقر